عزيز المشاهد مساء الخير وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامج الإنسان والإيمان يطرى هل الله يتحدث إلى الإنسان عندما يصلي الإنسان وعندما يستشير الله في أمر من أمور حياته هل يستطيع الإنسان أن يستمع لصوت الله ولإرشاد الله ولقيادة الله حول هذا الموضوع المتشعب والذي طرحت فيه أراء كثيرة سيدور حوارنا في هذا المساء يسعدني أن أرحب بضيفي الكريم نيافة الأنبى مكسيموس أهلا وسهلا بوجود نيافتك معا أهلا بك جناب الأسيس وأهلا بحوارك الرشيق في كل مرة أثري بالمعاني والأفكار الحال إسبوع ده قرأت بوست على الفيسبوك يعني تطرق لموضوع سماع صوت الله والحقيقة محتاجين يعني نقف وقفة عند بعض المعلومات اللي وردت في هذا البوست اسمح لي في البداية بس أقرأ ما كتب حول هذا الموضوع صاحب البوست بيقول صفحة مسيحية كتب سؤال في منتهى البساطة إيه اللي بيمنعنا من سماع صوت الله؟ هو بيقول الصراحة أنا عندي مشكلة مع السؤال لأنه بيديك انطباع أن المانع والمشكلة عندك كمؤمن مش المشكلة عند الله أنه مش قادر يوصل صوته ده إنجاز نقول أن الله ليه صوت أصلا للبشر وطبعا كل التعليقات إجابات نموذجية طلعة من فرن الكنيسة هو بيتكلم عن التعليقات اللي اتكتبت على البوست اللي هو بيعلق عليه بيقول التعليقات إجابات نموذجية طلعة من فرن الكنيسة الإجابات هي الخطيئة المجهولية المهلبية إلا إن صاحبة التعليق ده لخصة العقلية المتدينة في سطرين الأول صوت العقل رافض يسمع صوت الله وده يديك انطباع أنك تفهم منهجية التفكير أنهم معتدين أن الصوت الإلهي مخالف للعقلانية والمنطقة والأخير أن صوت الله مش متوافق مع الرغبات الإنسانية ده حقيقي لأن ده اللي بيصدروا في تعاليمهم السيئة أن دايما إرادة الله مش هتكون متمشية مع إرادتك الشخصية حضرتك كإنسان عايز حاجة معينة يبقى أكيد الله عايزك تعمل عكسها حلمك تسافر خارج البلد صوت الرب لا أقعد في مكانك ما تتحركش أنت شخص مستقر ومستريح في مكانك صوت الرب لا لازم تخرج برة دايرة راحتك في إرسالية أنت عايز تتجاوز من بنت شكلها جميل صوت الرب لا الحسن غش والجمال باطل عايز تشتغل وتكون نفسك وتشتري عربية صوت الرب لا اتفرغ وعيش شحاد بالإيمان وهكذا ده اللي فاهمينه عن صوت الله ضد صوت العقل ضد رغباتك الإنسانية ليه مش بنسمع صوت الله لأنه ملوش صوت حضرتك بص طويل لكن الحقيقة طرح عدة قضايا نفسي أعرف رأي يفتك فيه ما طرح يعني زي ما جنابك قلت هو طويل وعشان كده هنحتاج نجزأه جزئية جزئية يعني ليس كل ما قاله هنختلف معه وليس كل ما قاله هنتفق معه الجزئية الاولى انه اصدر حكم مطلق بانه ما فيش حاجة اسمعها صوت الله وطبعا احسده على يعني قدرته على ان يصدر احكام مطلقة بهذا الشكل وهو طبعا ما كانش عامل حساب ان جنابك عتطرح السؤال ده على واحد زيه وآآ يعني هذا موضوع آآ لي باع كبير فيه سواء في الدراسة او الخبرة التطبيقية وكل الاشياء ومن ثم فانا سابدأ اولا بالرد عليه لان انا هوافق على حاجات كتير بعد كده فلألا يفهم آآ آآ انني اؤيد الكلام سابدأ بالرد اولا على آآ ما يقول المثل اللي قلته لجنابك في المرة الفائتة الوقتي بيتين في شارع واحد بيت آآ مصابيحه مضيئة والتكييف بتاعه شغال في هذا الحر وبيت آآ مصابيحه منطفئة والتكييفات بتاعته اطلال لا يستطيع صاحب البيت المنطفئ المصابيح ان يقول ان مفيش كهرباء في البلد لا يستطيع ان يلقي باللوم على آآ شبكة الكهرباء او محطة توليد الكهرباء لسبب بسيط جدا لان البيت اللي جانبه منور فايدا آآ هو استبقى الرد بانه قال يبقى انت اللي مش عارف بكل اسف انا مضطر اقول لك كده اقول له يعني كده لانه انت ما بتسمع السلطة الله بس انا بسمع السلطة الله وهقول لك على كل التفاصيل و وغير كثيره فالجزئية الاولى ان ان يصدر حكم المطلقا هذا موضوع يحتاج منه عقليا يعني او منطقيا ان يراجع احكامه وفي الوقت نفسه الجزئية الثانية هي انه اا يعني هو على اي اساس افترض انه موهل لسمع صوت الله او على اي اساس افترض ان الله لابد ان يسمع صوته لالبشر بغض النظر عن اا يعني خليني اقولها بتشبير هل انا اا مضطر ان استضيف اي واحد في بيتي واقعد اتحاور معه هل لا اا بلاش اي واحد في بيتي هل انا مضطر وملزم ان استضيف اي واحد من اعضاء كنستي في بيتي واتحاور معه طبعا انا لست مضطر ولا ملزم ان استضيف اتحاور معه لانه اذا لم اكن مقتنع ان اقدر استأمنه ان يخش بيتي وانه اا يعني يحترم انني دعوته الى بيتي مش ممكن هدريه عشان يقعد معي الحاجة التانية انه اذا كنت انا اعرف عنه انه هوائي في افكاره ومندفع في طريق تفكيره لا يمكن ان انا انفق وقت مع حد بالشكلة كبيره انه اذا كان عندي سؤال اا يطرحه في سندولة اسئلة في الكليس وانا جواب عليه ده اخر اللي حق يعني ولكن لا ادير معه حواره فالسائل بيفترض انه البشر من حقهم على الله ان يسمعهم صوته لأ دفترات مش في محل انا زي ما قلتلك ما قبلش وما دخلش كل واحد بيتي وما قديش ما ديش وقتي لأحاور شخص لا يقدر قيمة الوقت اللي انا هدهوله والحوار اللي هعمله معه فالامر ببساطة الافتراض اللي كثيرون مثله يفترضونه ان حقهم على الله ان يسمعهم صوته اا افتراض مردود عليه والفكرة اللي هو بيرفضها انه ينبغي انك تبقى اا مستاهل لان تسمع صوت الله وان اا يدخل معك في حوار اا ده موضوع لا غنى عنه واساسي هو بيسقط هذا ودول كزيتين انا عايز بس انبه الناس ليها زي فكرة اا اا صلي وربنا هيستجابلك اا مين قال كده ربنا بيحبك وبيستجيب الصلاة ده هتبقى فوضى ده غير انها فوضى كمان انه اا اا الناس تتصور ان الله ليس فقط بيستجيب الصلاة ده هو ملزم بان يستجيب الصلاة سألت واحد ليه يا سيدي ملزم قالك مش هو ربنا اللي خلانا ها الناس مش فهمة انه اا لما كون انا اب بلاش نتكلم بقى عن الله مباشرة اما كون انا اب وعندي ابن اا لا يحترم ابوتي ااا ويتصرف بطريقة سلبية فكيف يتوقع هذا الابن انه ما يطلبه مني انا ساجيبه فالفكرة انه اا اا انا كاب ما يهونش علي ان ابني ما يقولش ويشرق فهو رغم انه هنالك ابناء عقين كثيرين الى ان اباهم بيسددوا احتياجاتهم بيأكلوا ويشرابوا ويلبسوا ويعلموا كل شيء وهو ابن عق ولكن ده لا ينطبق على ان يبقى عنده طلبات خصوصية لا طلبات خصوصية وانت ابن عق ده يبقى خلاص بقى ده يبقى ده يبقاش اب بقى ده يبقى قطعة قماش قديمة انه انت لا تحترم ابوته وكمان عايز طلبات خصوصية طب هو المحبة الابوة اعتنى باحتياجاتك فالناس فهم ان الصلاة فرض على الله لا مش فرض على الله دي محبة الله ولمين بقى لالذين يطيعونه يسلكون في محبته يعني يطيعون يحترموا المحبة دي بيستقبلوا المحبة دي مش بياخدوا محبته ويبعثروها ففكرة ان يكون الانسان يحترم محبة الله ويقدرها ويتجاوب معه ده شرط اساسي عشان يقدر يطمع بقى في محبة الله ويطلب ويصلي وهكذا دول الحاجتين الاساسيتين اللي لازم يتعدلوا فيه اذهان الناس لانه اذا كان اه هذا الاخ العزيز يريد ان يرى براهين على استماع صوت الله فسيجد كثيرا اذا اراد اذا اراد ان يبحث عن الحقيقة اما اذا اراد ان يرفض ويشكل وجهة نظر زي ما هو عيد اذا دي حريته براحتك يعني يعني اذا اردت ان تنتقل الحكم ان ما فيش ربنا من اساسه براحتك اه ما بيكلمش احد ما بيردش على حدنا برضو راحتك يعني اه هذا لن يغير من واقع علاقة الله بالانسان وان هنالك البيوت المضاءة المنيرة الناس التي تستمتع باستماع صوت الله والناس التي تستمتع بامتياز ان صلواتها مستجابة وانها بتؤدي الخدمة للاخرين بالصلاة الشفاعية واحتياجات الاخرين للشفاء ولحل مشاكلهم ولاخره يعني ليس فقط ان الله بيسمع لهم احتياجاتهم وكمان صاروا يشفعون في الاخرين ده الجانب الاول فالجانب التاني هو اللي احنا هننتفق معه بقى فيه وهو انه واضح من كلامه انه يعني وقع في ادين ناس ما عندهاش فكرة عن الله وما عندهاش فكرة عن استماع صوت الله بدليل النتيجة اللي خرج بها هو بيقولك انا بافترض مش بكدب حد هو بيقولك اللي بيقولوه ما قالش ان ده استنتاجه حتى نقول لو استنتاجك ليس في محله لا ده بيقولك هما اللي بيقولوه بهذا الشكل بيقول ايه بيقول ان صوت الله متناقض مع العقل يبقى لما اسمعي الجملة دي اسيس اعرف انه قائلها وناقلها ومعلمها ما عندهمش فكرة خالص عن ما هو صوت الله الجزئة التانية اللي هتفق معاه فيها هي هذه المسيحية يعني انا ما بقيتش في يوم وليلة القسقف الشيخ اللي دارس وراح وكون خبرة لأ منطلقت في نفس البيئة وتربيت في هذه البيئة وفي هذا المجتمع واللي بيقوله هنا بقى لازم اديله حقه اللي بيقوله شفتوا بعني اللي هو ايه اللي هو غيبيات عمياء لو لو راح يركب الاوتوبيس وكان متأخر ولحقه يا ربنا لحقوا الاوتوبيس ولو الاوتوبيس فاتوا يطبقى ربنا انقذك الاوتوبيس كان هيعمل حادث طبعا اختبار بقى دي الخرافة الخرافة فيه ناس كتير عيشة كده وبيعبدوا بيصلوا بيرنموا وبيروحوا الكنيسة والعيشة كلها كده ان ربنا بما انه على كل شيء قدير هو اللي بيعمل كل حاجة هو اللي سقطه ونجح التالي وهو اللي نجح الاولاني وسقط التالي وبعدين عمل حادثة بعرابيت شفت بقى ربنا بيمتقم منه او بيقدبه طب ما عملش الحادث شفت بقى ربنا نجح فهذا النموذج من المسيحية المتخلفة موجود مش موجود بطريقة استثنائية لا ده موجود بطريقة ودائية وبيوصلك الى نقطة اللامسئولية يعني انت مش نسول على حاج ده هو ربنا وهو اراد هو اراد اللي تبيس يفوتك عشان ينجيك واراد تسقط الامتحان عشان مش عارف لو كنت انجحت كنت تكبرت حاجات بقى بالشكل ده فسنوافقه على ان هذا النوع من المسيحية الخرافية موجود بطريقة وبائية وسأقول انا ان سبب انتشار هذه المسيحية الخرافية غياب المسيحية الحقيقية اللي سعدت الناس على ان ينشئوا علاقة بنوة حقيقية مع الله ويستمتعوا بمحبة الله ويحيوا في هذه المحبة ومن ثم يصير اختبار استجابة الصلاة ومعرفة مشيهة الله امر يعني هو الحياة الجزء التاني بقى من غير بقى المسيحية الخرافية اللي انت غير مسؤول عن شيء ده ربنا هو اللي بيسير كل شيء الحلو والحادث فدي مسيحية اه ده تدين تدين الكسالة انت طلعت فقير طيب احنا عندنا قصص بلا عدد عن اناس فقراء القصة المشهورة الراجل الموظف شباك البنك بيدينه الوردر بتاع الصرف الفلوس يمضي عليه قاله ما عرفش همضي ابصم قاله كل الفلوس دي بص في الرسلين بتاعه قاله كل الفلوس دي متعرفش تقرأ وتكتب قاله ما عدد لو كنت معرف اقرأ واكتب دي قصة عخية بالاسم عشانجيب قصرت الراجل احي احي قاله كنت معرف اقرأ واكتب ما كانتش الفلوس دي جات ليه بقى لان هو كان رايح مقدم على وظيفة فراش في الكليسة وهو بيعرفش يقرأ ويكتب وهو ما كانوا عايزين فراش بيعرف فيه ويكتب عشان يوزع اصالات الاشتراكات بتاعة كل الشهر فلانه بيعرفش يقرأ ويكتب رفضوه فراح يدور على الشغلة فوجد من يشغله معاه فيه جمع الخرد الحديد القديم عرفش بقى الناس اللي عاشت في الريف زيه فكرة الراجل اللي بيشيل الشوال على داره ويلب الحديد من البيوت بمقابل تافه يعني فدلوقت يقولك انت طلعت ربنا عايزك فقير عشان العازر اللي كان في قصة الغني والعازر كان فقير وشوف ربنا في الآخر طبعا كلام لا يمت للعقل ولا للإيمان بالصدق دلوقت أنا مايجي لي واحد يقول لنا فقير أقوله بتعرف تعمل ايه لو لقيته شاب زكي أساعد يتعلم لو لقيته زكاء محدود طب تعرف تعمل ايه وأساعده على أن يجد وظيفة ويشتغل زي بتاع الخر ده اللي حكيت قصته ويحقق إنجاز لكن التواكلية والمسيحية الخرافية اللي ربنا عايزك فقير طب وش معنى أنا عايزني فقير ليه عايزني فقير لا هو مش ربنا عايزك فقير لأ أعطانا كل شيء بغنى للتمتع ده كلام العقد الجديد على المال إيه اللي بيقوله ده هنروح بقى الوجه تاني بقى وهو التأثيرات بتاعة الديانات القديمة على الحياة الرهبانية أنا مش بقول الرهبانة وحشة أنا يعني جربت هذا النوع من الحياة الجميلة المتجردة ولا أنكر أنها متعة لا أنا بقول أنه الرهبانة اللي بتتقدم للناس بنفس الفكر نفس المنطق هو هو ربنا عايزني أنا أنام على حصيرة على الأرض عشان يقبلني لكن فيه فرق بين أن ربنا عايزني وأن ده الطريق وبين يا سيدي أنا أنا عايز أتجرد من المال إلى درجة الفقر الاختياري ده متعتي أنت حر استمتع أن الإنسان يتحرر من سلطان المال ده متعة نعم وأنا مختار طريق ماشي بس فيه فرق بقى أنك تقدمها بهذا الأسلوب أن ده طريق خاص لناس اختارت هذا الطريق وهي ما استمتعة به وبين تفهمني أن ده المسيحية المسالية بس المسيحية المسالية أن أنا أبقى بهذا الشكل فهو فعلا متصادم مع نسخة يعني أنا الكلمة جارحة بس مضطرة عدها تاني المسيحية الخرافية اللي مش شايف الله وعيش في التواكلية الوهمية أن الله اللي بيعمل كل حاجة وده وده اللي بيقولوه بقى لأطفالهم وشاب في تينز يعني يعني في صقت في الامتحان في امتحان الماء فروح لأمه فأمه قاعدة تقول له معلش يا ابني ده ربنا قصد بيك خير فالولد جاي يقولي يعني جبت أمه قلت له إيه اللي انت بيتقوليه ده صقت في الامتحان نجح مذاكر ماله ربنا هو يو كان زاكر كان نجح زميل والتاني زاكر ونجح إيه اللي انتو بتعلموه اللي يالده ف هذا بند بند التالت بقى هو اللي هو المفتاح الجرحني بقى أن صوت الله متصادر مع العقل دي ناس مش فهمة المسيحية خالص مختبرتهاش لأنه هذا الموروث أنا عشت فيه في طفولتي وشبابي المبكر اللي بيعلموه هنا وإحنا صغيرين أن الإيمان متصادر مع العقل ليه يا سيدي متصادر مع العقل لأنه هل معقول أنه المريض يشفى طب يسأل أي دكتور طيب ليه متصادر مع العقل وليس أعلى من العقل ليه خليته متصادر لأنك ما جربتش أنك تشوف الله صانع المعجزات وما وما قربتش أنك تشوف بعينك المعجزة بتحصل أو غيرك بيصلي وبيحصل مش لفتش ما حصلش فمن هنا صار بعقلية ضيقة أن يرى يلغي المعجزات يرى أنه الإيمان متصادر مع العقل بالعكس أنا أعقل لكي أؤمن يعني ما دي مشكلة أخرى أنه الناس مش فهمة أن الإيمان هو ثمرة برهان عقلي والمسيح عمل كده قال لهم إن كنت لست أعمل أعمال الآب الذي أرسلني فلا تؤمنوا بي ها ما قالوا همش أعملوا بالعافية ما قالوا إلغى عليك لا تفكر ولا تسأل لكن قدم المرهان إيه المرهان بتبرهن نفسك بإيه قال لنا بعمل عملات فبرهان عقلي منظور فالإيمان مؤسس على قناعة العقل صرنا نقنع الناس بيقول رسول جود صرنا نقنع الناس ف يعني أنا متعاطف بقى معه دلوقتي بعد ما كنت طبعا برد عليه في الأول لأنه آآ ما لهوش حق طبعا وما ينفعش أسكتله لما يقولك يصدر أحكام كده كأن الدنيا فضيتله لكن دلوقتي أنا متعاطف معه بقى في الجزء الثاني من الإجابة إن هو نشأ في بيئة آآ إيمانها وتدينها خرافي وإيمانها وتدينها غير مبني على القناعة العقلية والبرهان العقلي دي مصيبة دي مصيبة إن الناس يبقى إيمانها غير مبني على البرهان هذه محنة فأنا طبعا سأدعو إلى إنه يراجع البنود اللي أنا قلتها ويراجع الواقع اللي هو نشأ فيه وأرجو إن يكون اللي أنا قلته كمان مفيد للسامعين في فهم حقيقة الإيمان المسيح إذن عزيزي المشاهد بنخلص من هذا الحوار الهام إلى إن فيه دور للإنسان ودور لربنا وما ينفعش أبدا إن الإنسان يلغي مسؤوليته ويلقي بكل شيء على الله لكن الإنسان العاقل الإنسان الناضج هو اللي عارف حدوده عارف دوره فين وعارف دور ربنا فين بيقوم بمهامه بيقوم بمسؤولياته يتحمل خسائره إذا أخفق وأيضا ينسب النجاح لذاته إذا جد وإذا اجتهد والله يقدم له المعونة في نهاية هذه الحلقة لا سعني إلا أن أشكر ضيفي الكريم نهافت الآن بمكسيمو شكرا جزيلا لوجود نهافتك معنا أنا ألي أشكرك أسيس من أجل اختيارك لهذه المسائل المهمة والشائكة عشان ننقشها مع بعض شكرا جزيلا لك شكرا شكرا مشكرك عزيز المشاهد لمتابعتك لحلائتنا وإذا كان حوارنا أصر لديك أي تساؤلات أي استفسارات عنواننا بتظهر قدامك على الشاشة يسعدنا أن نكون دائما على تواصل وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة أتركك في رعاية الله والرب والله ترجمة نانسي قنقر